اهلا وسهلا بكم في قناة حكايات مصرية عايز احكي نهاردة حكاية جديدة واتمنى تنال اعجابكم وتشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش واتشيروا الفيديو دوت وتفعيلوا الجرس ليصلكم كل جديد حكيتنا عن المادوسة كانت المادوسة تتميز بجمال رائع وكان هذا الجمال الرائع الذي تتميز به المادوسة مغيا جدا وكانت المادوسة هي كاهنة في معبد ينتمي للإلهة آثينا اليونانية وقع هذا الجمال الخاص بمادوسة على عين إله البحر عند الإغريق القدماء حسب الأسطورة اليونانية وكان إله البحر الإغريقي يسمى باسم الإله بوسيدون وقام الإله بسيدون باغتصاب مادوسة في المعبد المقدس الخاص بالإلهة آثينا وغضبت آثينا غضبا شديدا من تدنيس معبدها فقامت آثينا بتحويل المادوسة إلى وحش مع قدرة لتحويل كل ما ينظر إلى وجهها إلى حضر وقد لعب بيريسيوس دور البطولة في هذه الأسطورة حيث أرسله الملك بوليدي كيتس ملك سيرفيوس من أجل قطع رأس الميدوسة تم إطلاق الحصان المجنح ديجاسوس من علوقها المقطوع بعد استخدام النظر المليئة بالتحدي ولإلحاق الهذمة بالأعداء في المعركة بعد ذلك يمنح بيريسيوس رأس جون ميدوسا إلى آثينا يعني هو أعطى رأس الميدوسة إلى آثينا وكان يسمى كما قلت بإسم بيريسيوس وأصبحت الميدوسة في هذه الأسطورة رمزا للوحشية والبشعة وأصبح لميدوسة حسب الأسطورة الإغراقية القديمة ضفائر صعبانية في شعرها وأصبح لها شعر مجعد وكذلك أصبحت تمتلك نظرة مرعبة تأتي هذه النظرة المرعبة من عين ميدوسا وهنجد مناظر عدة لميدوسا في منطقة كوم الشؤافة بالإسكندرية يعني التأثير اليوناني الروماني ظهر عندنا في مصر في منطقة كوم الشؤافة بالإسكندرية في مقابر الكاتاكوم حيث المكان الأسري التاريخي وهي تعد أصد الكاتاكوم أو هذه المقابر الموجودة في كوم الشؤافة المعروفة بالكاتاكوم تعد من أهم مقابر مدينة الإسكندرية والمقبرة هناك في الإسكندرية عبارة عن سلسلة من المقابر والتماثيل والبقايا الأسرية الإسكندرانية وهذه المقبرة عبارة عن خليط من عدة ثقافات مثل الثقافة اليونانية والرومانية والثقافة المصرية القديمة أي أنها خليط من عدة ثقافات يوناني روماني مصر قديم زي ما أنا قلت يوجد في كوم الشؤافة مقبرة الكاتاكوم بالإسكندرية ويوجد بها عدة مناظر تمثل المدوسة شكرا جزيلا لكم وأتمنى المعلومة أو الهكاية تكون عجبتكم وأرجو حضراتكم تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو دو وتفعيلوا الجرس ليأتيكم كل جديد كان مع حضراتكم محمد مصطفى دارس علم التاريخ والحضارة والآثار المصرية القديمة وإن شاء الله انتظريني كمان في فيديوهات قادمة مع أطيب تحياتي إلى اللقاء